ودعي لنفسك والوالدين والغير فيما يخص محمد ابو جبل محمد ابو جبل يعني الراجل قاعد زعلان متدايق مش عارف يحصل مصير يعني الزمالك خلاص اصبح بابا مغلقا بالنسبة له يروح بقى الاهلي خلص في الاهلي قال لهم لو الشيناه ميش النصر السعودي عنده عرضين النصر السعودي والاتفاق السعودي الاتفاق كارتلون عاوزه والنصر السعودي عاوزه هو بيميل الى النصر السعودي قال لك طب افرد روح النصر السعودي عاوز يشوف الاول محمد الشناوي اللي واخد وعود انه يروح لهم بنهاية هذا الموسم فقال لك لو الاهلي خلص معنا في محمد الشناوي يبقى خلاص مش هنجيب محمد ابو جبل يروح لاتفاق السعودي طب لو الشناوي راح النص او محمد ابو جبل وارد انه يروح النادي الاهلي او النادي الاهلي يشتري يمض المهدي سليمان وعنده محمد بسام مهدي سليمان محمد بسام وابو جبل يختار منهم اللي هو عاوز حمده بصبحي كده يعني يعني لو رمان صبحي عايز يروح الامارات يباز نسما يروح انا قلت لا اه شعب الامارات انا بحبه جدا 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 فوق خيالك يعني ما شفناش منهم غير كل خير طول عمرنا كشعب مصر مش كابول ماط وانا كابول ماط كلها ناس محترمة وفوق الرؤوس ده يكفى عندهم صاحب الحنجرة الزهبية لأستاذ يعقوب السعادة بتقاريره الرائعة اللي بيعمل عن مصر دي ده بيخلي القلب يرقص ويضحك وبيخليه نفتخر ببلدنا اول الله ما عافش بقاله فترة ما بيعملش ليه تقارير محتاجين يرجع يعمل تقارير طيب اطلع عمد يوسف اختفى عنه ولا حاجة ولا مفيش احداث في مصر ده ييجي عم يعمل هنا حلقات هنا في مصر دنيا سخنانة والعهية ويعمل حلقة برضو مع مرتضة بتاع انا استفدت ايه الترند الشهير يعني وحلقة مع الخطيب وحلقة مع جمال علام وحلقة مع هنب وريدة الاتهمات اللي بيعملها ديت وكده يعني فلمرات احنا بنحبها يا عم منتقولش الكلامنا فموضوع ابو جبل لسه ما حسامش مصير لسه ما حسامش مصير يروح فين لم يتخذ قرار لم يتخذ قرار لم يتخذ قرار مازال عمال يدرس عمال يتأمل عمال يشوف الموقف قرار واقف على قرار محمد الشنار لكن برضو من خلال التواصل مع المقربين او من اللي بيديروا الملف بتاع محمد ابو جبل قال لك خلال يعني مع نهاية الاجندة الدولية هنكون اتخذنا قرارنا الحاسم والنهائي طيب يا جماعة والاهلي قال لك والله احنا مستنين اشارة ميلاد قال لي لو شاوروا قال تعالوا خلاص هنروح نمضي على طول إلا هيمنعنا نحننضي في النادي الاهلي معنا كده يبقى ان ابو جبل ان محمد الشناوي رايح الناصر فنروح نمضي ونتشرف ونفتخر بالنادي الاهلي وليس لنا اي طلبات مالية زي لعب الفئة القوله وخلاص ماشي عقد محمد الشناوي عقد ابو جبل خلص عقد ابو جبل خلص لاعب حر من حقه يروح اي حتة استاذ ناسي امر الاخر النهاردة لقيت فرحة طاغية على صفحات سوشة للزمالك الزمالك يخطف رباعي الاهل إلحق الزمالك بيخطف رباعي الاهل دخلت اقرأ الخبر لقيت رباعي بنات طائرة الاهل ايه يا جماعة رباعي بنات طائرة الاهل عدت بص في الاساميل ايه تفريد العسقلان قلت اللا ده نقولت حسين الشحات ويريحونا ده مريم متولي ده نقولت اللا ده ممكن يبقى برس تاو ونكسر وراه قلت لا ما يا ممدوح قلت لا ده نقولت محمد هاني بسكوتا وكده يعني دانة شوقي دانة ايه ده طولهم بسمع يعرف ان الدانة دي يعني مدفعة فدانة شوقي مين فعرفت ان دور رباعي القرى الطائرة الزمال اجعرض عليهم تلات اضعاف النادي الايد تلات اضعاف النادي الايد شوف لما انت لازم الميزان يختل عندهم كلهم هيبقوا عبدالله السعيد طبعا لازم الميزان يختل لازم الميزان يختل عندهم والتوازن يختل بلا انت عايزة تجاهز نفسها يتجوزوا تجيبها عربية تعمل مش عارف ايه اللي بيخدوه في الاстрой ياخدوه تلات اضعافه في نادي الزمال فرحوا ماضوا النادي الزمان هذا الرباعي من لعبات الكرة الطائرة فاريد العسقلاني مريم متولي ما يا ممدوح دانا شوئي الصدمة أنهم لم يكنوا أربعة من رباعي كرة القدم اللي يعني أحبطوا جماهير النادي الأهل العظيمة على مدار الساعات الماضية بعد الأداء الهزيل أمام الوداد المغرب الذي يستحق البطولة عن جدارة واستحقاق فهنا يعني مش الرباعي رباعي الكرة عشان بس ما تصدموناش وتخوفونا وتقلقونا الحمد لله الحمد لله محدش مشي من اختيارات بيتس موسيماني وبيتس موسيماني قاعد ومكمل مع النادي الآن هرد على كل أسئلة حضرته آه لا إله إلا الله عاوزين لعبت الأهل المعارين والله كلامك مظبوط أنا شايف إن واحد زي آه آآ أحمد ريام مهم جدا ولجنة الكورة اللي هي فيها الكابتن محسن صالح وكابتن محسن صالح وكابتن محسن صالح لان هو زكريا نصف لا يكتمعان ابدا ابدا الا في وجود الكابتن محمود الخطيب وذلك لأسباب شخصية ما بيحبوش بعض يعني هم الاثنين فمعرفش ازاي يعني عدد دي عالكابتن محمود الخطيب انه جايب اتنين ما بيحبوش بعض في لجنة واحد يعني اتنين ما بيحبوش بعض وانت جايبهم في اللجنة وابعدوش مع بعض. فكابت المحسن شايف ان يرجع احمد ياسر ريان للنادي الاهلي نظرا لامكانياته وقدراته الفنية العالية ده قرار كابت المحسن. الكهرباء انا رأي انه يرجع. كريم نيدفد ماشي زي الفل. لازم فيه غربالة بس الغربالة دي مش هتحصل دلوقت. تحصل في ناية المواصم. الخطيب سايب الاهل المسلمين ومويرة وارفض ده داخل في الصفقاء. انا رأي ان مسألة ان الحساب اخر الموسم ده عفى عليه الزمن وزمان كده شباب الاهل الجمهور رفع ليفض. قال لك الحساب اخر الموسم عفى عليه الزمن. عفى عليه الزمن. ماشي? عفى عليه الزمن. فلازم احنا اه اه يعني ايه? الحساب يبقى اول باول. لكن دلوقت قرار كابت المحمود هو استمرار الراجل وفقا لمعلوماتي. وفقا لمعلومات. ممكن معلومات تبقى غلط ويطلع حاجة تانية. لكن ما علمته ان كابت محمود الخطيب قرر استمرار بيتسو موسماني لنهاية الموسم. التعديل في الجهاز ما عرفش عنه حال. انا كنت بسأل في مصير الراجل. في مسير الراجل. مصير الراجل. راجل قاعد. الناس اللي بتقول انه ماشي يا تحمل المسئولين. لكن من مقربين من الكابت محمود الخطيب ومشاركين في صناعة القرار. بيتسو موسماني قاعد وصفر الى المغرب في رحلة. اه اه لحضور دورة تدريبية مع الاتحاد الدولي لكرة القدر. دمتم في امان الله. سلام عليكم.